اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من مادة الرسم الفني الحلقات اللي فاتت احنا اخدنا فيها ادوات الكويس والرسم اخدنا المصطرة واخدنا المسلس واخدنا المزورة اخدنا الانواع المساطر المستخدمة في الرسم واخدنا انواع الاقلام الاقلام الرصاص والاقلام الملونة باستخدمها في الرسم واخدنا كمان الادوات الهندسازة البرجل والمسلس والمنقلة وبستخدمهم في prends بتاعي واخدنا العناصر التصميم زي العناصر المؤسرة في التصميم زي النقطة والخط واخدنا تعريف الخط وتعريف النقطة والعلاقة بين الخطوط وبعضها والعلاقة بين النقطة والخط واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الالوان وعن تركيء الالوان الأساسية والسنوية والثلاثية واخدنا مع بعض دايرة الالوان النهاردة هنبدأ حلقة جديدة وهنتكلم برضو هنكمل رحلتنا مع الألوان وهنتكلم عن الألوان المتممة يعني إيه الألوان المتممة احنا أخذنا الألوان الأساسية اللي هي الأحمر والأصفر والأزرق واخذنا الألوان السنوية اللي هو لما بجمع لونين مع بعض يعني الأحمر مع الأصفر بيديني اللون البرتقاني الأحمر مع الأزرق بيديني اللون الموف الأصفر مع الأزرق بيديني اللون الأخضر وبعد كده بياخد الألوان السنوية ديت وأعمل منها ألوان سلاسية اللي هي اللاموني والزتوني والبني هناخد النهاردة الألوان المتممة والمكسود بالألوان المتممة الوان المتممة هي التي تتم تتمم مع بعضها يعني اللون بيكمل التاني اللون بتاعي بيكمل اللون الاخر زي ايه زي الاصفر بيتممه اللون البنفسجي ماشي والهو الاحمر زائد الازرق ان انا ما بجيب اللون البنفسجي بيجيلي منين بيجيلي من الاحمر زائد البنفسجي يعني من الالوان الاساسية بطلع لون بنفسجي من لون الاحمر زائد اللون البنفسجي بيكملهم اللون الاصفر يبقى لازم يبقى اللون الاصفر هو اللون الاساسي واللون البنفسجي هو اللون الثانوي اللي ايه موجود عندي يبقى الوان المتممة دايما بتبقى لون اساسي مع لون ثانوي دي بقول عليها الوان متممة طيب ايه تاني مع بعض الاحمر يتممه اللون الاخضر لو احنا عارفين الاخضر من الوان الثانوية وبيتكون من ايه من الازرق زائد ايه الاصفر يبقى ازرق زائد اصفر بيديني اللون الاخضر واللون المتمم للون الاخضر هو اللون ايه الاحمر اللون الازرق بيتممه اللون البرتقاني اللون الازرق لون اساسي واللون البرتقاني اللي هو الاصفر زائد ايه زائد الاحمر بيديني اللون البرتقاني يبقى احنا كده عارفنا الالوان المتممة هي ايه هي لون اساسي مع لون سانوي فاللونين دول بيكملوا بعض بيبقى متمم لبعض طب احنا لو اخدنا بانا اللونين دولت بيبقى عكس بعض يعني ان انا لو حطتهم مع بعض بيبقى ايه بيديني شكل جمالي وفي نفس الوقت بيلفت النظر طب ليه انا بستخدم الالوان المتممة دي باستخدمها في ايه ان انا الفت النظر بيها وممكن استخدمها في الاعلانات استخدمها لو انا عايز احط موديلات في الفترينة في المحل وخلي الناس يبقى فيه جذب للنظر ان الناس يجي تتفرج على المحل عندي فبحط الالوان ديت لجذب الانتباه وايه وايه لفت النظر هنكمل مع بعض بيئة الالوان هناخد بعد كده الالوان المساجمة طب تعالوا قبل ما ندخل على الالوان المساجمة نشوف احنا نقدر نعمل الالوان المتممة دي ازاي ونرسمها في وحدة زخروفية هنبدأ اننا دلوقتي هنستعمل الالوان بتاعتنا طبعا هاخد الاشكال الهندسية ديت من الشكل الهندسي اقدر اعمل لونين مع بعض احنا اخدنا تركيبة الالوان الاسبوع اللي فات واخدنا الالوان السية والالوان السنوية مع بعض هيجي انا هستعمل ايه ممكن نستعمل الالوان الجواش ممكن نستعمل الالوان الهيه الخشب بتاعتي ان هي بتديني برضو نفس الدرجة بتاعت الالوان الجواش احنا قلنا اللون الاساسي بتاعي اللي انا لو حطيت اللون الاصفر اهو واللون الاصفر هنا بيبقى لون ايه زي ما احنا قلنا لون ايه لون من الوان الاساسية ماشي هاجي بعدي احط اللون الايه هنحط اللون ايه البنفسيجي سعر اهو طب لو انا عندي وحدة زخرفية ازاي اعمل اللونين مع بعض بعد نختار كده وحدة زخرفية ونحط فيها اللونين مع بعض هاختار وحدة زخرفية مسلا من الوحدات اللي عندي دي كده ينفع فيها اللونين مع بعض ممكن اخد شكل في المرصص وتقل بالقلم انا شاف الوحدة على ورق الكلك احنا عارفين ان احنا دايما بنحب ايه نستعمل كده واضحة عشان انا نحطها تبقى واضحة هجيبها في النص كده عشان تبقى باينة ليكم ونبدأ نشوف ان انا لو عملت تصميم من الالوان المتممة يبقى التصميم هيتلع شكله ازاي من وحدة زخرفية واختار لونين بس احنا قلنا ان احنا ايه لما اجي اعمل وحدة زخرفية لازم تكون الوحدة الزخرفية دي من لونين واللونين دول يكونوا مكملين لبعض واللون التالت بيبقى متوسط بينهم عشان كده انا ما اجي اعمل اي وحدة زخرفية بستخدم لونين فقط هاجي هاخد اللون الاصفر مثلا وهعمل بيه الوحدة هي كده هلون الفروع بتاعت الدوير اهي تمام واجي هنا هاخد اللون الموف اروح عاملة بيه الدايرة بالشكل ده كده اهي كده وباينا معي انا بحاول اوضحها وتقل الالوان عشان تبين في عندكم اهي كده ماشي وايجي اعمل اللي ايه ممكن ورقة الشجر دي نفسها اروح مدخلة لونين مع بعض بحيث ان هي تديني نفس نفس الشكل بتاعي اهي انا كده لونت الوحدة بلونين واللونين اللي هما المكملين ايه لبعض اه ده انا ليه بدرس الالوان احنا قلنا المرة اللي فاتت لان احنا هنعمل تصميمات على الملابس لو حبيت اعمل وحدة زخرفية حبيت ان انا عشوف التصميم بتاعي اللي انا هعمله كموديل هاختار اللون اللي نسبه ايه فلازم اكون عارف كويس جدا الالوان وتركيبها وايه هي الالوان السية وايه هي الالوان السنوية وايه الالوان الايه المتمام هناخد اللون التاني مع بعض كده احنا اخدنا اللون الاصفر صح اصفر مع اللون البنفسجي ماشي هناخد لونين تانيين احنا قلنا اللون ايه الاحمر مع اللون الاخدر صح اللون الاحمر مع اللون الاخدر تعالي نشوف اللون الاحمر مع اللون الاخدر ايه دي اللون الاحمر واحنا قلنا اللون الاحمر من الالوان ايه الاساسية واللون المتمن بيبقى لون من الالوان السنوية بتاعتش. اهي كده اديني لونت لون الاحمر. ماشي. واجي معي الون اللون الاخضر. اهو. بديني نفس الشكل اهو. لو احنا قربنا اللونين مع بعض. هيبقى اللون ده مكمل للون ده. طيب. تعالوا نشوفها جوه وحدة زخرفية. تطلع ازاي? هناخد نفس الوحدة كده. ونقارن بقى الوحدة دي لما انا رسمتها بكزا لون. هيطلع شكلها عامل ازاي? نطبع الوحدة. طبا احنا ما نيجي نعمل وحدات زخرفية بقى عندنا اشكال كتير جدا. وهناخد ازاي نقدر نعمل وحدة زخرفية. علشان نعملها كتصميم على جيب. على كولة. على فستان طفلة. احنا عندنا اه ممكن على الجونيلا. احنا اخد الجونيلا السنة دي. في الدراسة بتاعتنا. فممكن ازاي اعمل على الجونيلا بتاعتي وحدة وحدة تطريز. اه وازاي اختار اللون بتاع الجونيلا واختار الوان التطريز اللي تناسبها. فدي مهمة جدا. هنا انا رسمت الوحدة الزخرفية. هنعمل اللون الاخضر مع الاحمر وهنشوف شكلها هتطلع ازاي. طبعا انا هنا بجرب لازم ايه ايه دي تاخد على التلوين. واستخدام الالوان. ولازم طول ما انا قاعد كده ايه دي مش دي مش لعب احنا بنذاكر. وده مهم جدا ان انا اعرف الالوان وتركبت الالوان. لان هي دي الدراسة بتاعتنا كلها المعتمد عليها ازاي بقى عندي زوء في الالوان. طبعا هنا التلوين بتاع الورقة اختلف لان انا هلوين كله بورقة ايه? ورقة الشجر باللون الاخضر. ماشي. ماشي. واعمل بقى الايه اللي هي الايه? الزل والنور بتاعي. اهو كده. وبعدين ادخل اللون الاحمر. دايما الالوان اللي هي الساخنة بخليها قليلة مش بخليها كتير. لان الالوان الساخنة بتسحب بتسحب النظر اكتر من ايه? الالوان البرده واحنا عارفين كده. فاللون دايما عيني اللي هتروح لما اجي ابص ابص عاللون الاصفر. ان هو بيلفت النظر. اللون الاحمر. هيبقى هي دي الالوان اللي ايه? اللي بتسحب النظر على طول وبتلفت نظر ايه? الشخص اللي قدام. كده انا عملت نفس الوحدة الزخرفية بس انا لو اخدنا بلنا لانا لونت هنا غير ما لونت هنا. ممكن ادي تشريبات كده بسيطة كده باللون الاحمر هنا. بحيس ان انا اكون مدخلة الالوان ايه? مع بعض واعملت داخل في الالوان. كده انا لونت هنا اهي اللون الاصفر اللون الاخضر مع اللون الاحمر. وهنا لو انتهى برضو باللون الايه? الاصفر مع اللون الموفي. هناخد بقى ايه? تالت حاجة اللي هو ايه? الازرق مع البرتقون. تعالوا نشوف كده الازرق مع البرتقون. كده احنا عملنا الالوان ايه? ايه? المتممة. يبقى الالوان المتممة بيبقى لون اساسي مع لون سانوي. لون اساسي مع لون ايه? سانوي. احنا قلنا هيبقى الازرق. اللون الازرق مع اللون الايه? البرتقوني. ادي اللون الازرق وادي اللون ايه? البرتقوني. بحط الازرق اهو. واللون الازرق من الالوان ايه? الاساسية. والبرتقوني من الوان الثانوية. طبعا انا ما بيجي اعمل هنا بجرب اللون علشان اعرف ازاي استخدم اللون في الوحدة بعد كده. احنا اللون برطقاني. طبعا هي الميزة بتاعة الوان الجواش اللي هي الايلام دي انها بتتمسح يعني ممكن انا لو انت غلط ممكن امسح امسح اللون يعني. كده انا لو انت اهي اللون طبعا الازرق مع البرطقاني. فيه ناس بنا تقول ايه? لا اللونين دول ما يمشوش مع بعض. لا احنا لما جينا نحطهم مع بعض يمشوا. يعني انا لو عملت هعمل تيير او هعمل فستين او الموف مع الاصفر يمشي معاه يبقى شكله حلو جدا. وممكن ابدل. بخلي المسلا البنطلون هو اللون الموف والاصفر يبقى هو اللون ايه? لون البلوزة. برضو نفس الموضوع هنا الاحمر مع الاخضر. برضو لقينا اللون يمشي مع بعضه. لو انا دخلت الالوان مع بعض في ايه? في التصميم. انه ممكن اخلي البنطلون ما سيبقى لونه احمر. والبلوزة هتبقى لونها اخضر او ايه? او اكس. برضو هنا في اللون الازرق واللون البرتقاني مع بعض برضو بيتمموا بعض. وان هما لو لونين مع بعض في في تصميم هيبقى شكل التصميم شكله حلو. هنشوف تاني برضو هنا الوحدة دي ان انا هشتغل عليها. ماشي? وابينها هنا في الرسمة. لو ما نجي الوانها هتتلون شكلها عامل ازاي? تمام? برضو هطبع الرسمة زي ما طبعت الرسمات اللي فاتت. اهي. طبعا انا ما بطبع. انا بتقلقه على الشفاف. بس انا ببقى اهم حاجة عندي الرصاص ما يبقاش باين في الرسمة لان الرصاص بيقصر على التلوين. يعني ما باجي الوان الرصاص بيقصر على التلوين. فبحاول دايما ان الرصاص بتاعي في اللصمات اللي احطها يبقى خفيف جدا. عشان هلون بقى بالازرق والبرتقاني. عشان باجي الاحمر ده بس بعيد عشان ايه هو بيجي كل شوية. هاجي هلون. ممكن اخد الازرق يبقى الدوير. مهم كده. ولازم اعراعي في وانا بلون ان انا اعمل توازن في الرسمة بحيس ان انا ما يبقاش في رسمة في ميل هنا والتانية ما فيهاش ايه ما فيهاش ميل. ممكن اعمل دي كده نحية كده ونحية كده اهي. ماشي واعمل دي كده برضو اعكس كده اهي. كده واعمل الناحية تانية برضو كده. وانا غيرت. ممكن اعمل الدوير برضو واحدة لون واحدة لون. ويبقى الفرع بلون تاني. دي هنعملها بقى منيجي نعمل التصميم. هروح هاملين ايه? الحاجات اللي نبدع بقى في الايه في الرسمة لفسها. لكن هنا انا بوضح ان انا لما بركب اللونين مع بعض بيبقى ايه? الالوان المتميمة مادية شطل حلو جدا. ودي باستخدمها دايما في الايه? في علشان تلفت النظر وتجذب الانتباه للمشاهد بحيس ان هو لما يجي ايه? يدخل يتفرج هيلاقي يتفرج على ايه? حاجة شكلها حلو. ودايما ان انا بحط ما اجي حط نور احط اه احط اضاءة احط اليفطة باخد كده. احنا كده مع الوحدة بتاعتنا احنا كده اخدنا الالوان المتممة اخدنا اللون ازا احنا شايفين كده اخدنا الاصفر مع البنفسجي اخدنا الاحمر مع الايه? الاخدر واخدنا الازرق مع ايه? مع البرتقون. كده احنا قلنا الالوان المتممة بتبقى ايه? لون اساسي مع لون سنوي. لون اساسي مع لون سنوي. دي كده الالوان ايه? المتممة. نرجع تاني بقى هناخد نكمل بعد كده. هناخد الالوان المنسجمة. يعني ايه الالوان المنسجمة? الالوان اللي هي بتبقى فيها تنصيق مع بعضها. اللي ايه? اللون ده يتماشى مع اللون ده. اه. اه اللون ده بيتماشى مع اللون التاني. يبقى احنا كده هناخد الالوان ايه? المنسجمة. طب ايه الالوان المنسجمة او المتمسقة? تعالوا نشوفها كده مع بعض. يقصد بها الالوان التي يوجد بينها تآلف وتجانس. يعني لازم يكون اللون فيه تآلف وفيه تجانس مع بعضي. ايه التي ترتبط فيها برباط او لون مشترك. يازم يكون فيه لون مشترك بينهم. ممكن اقول تدريج الالوان ده من الالوان المنسجمة. اه ونجد هذا التوافق او التناسق في التركيب الطبيعي لالوان الطيف. يعني احنا لو بصينا الالوان الطيف هنحس ان الوان الطيف بتاعتنا الوان منسجمة. السبع الوان بتوع الوان الطيف هنلاقيهم الوان متقربة مع بعض ومنسجمة. وماشيين مع بعض. لو اخدنا تدريج الالوان تدريج الالوان من الالوان ايه? المنسجمة. ده اسمه الالوان ايه المنسجم او المتنسجم تعالوا نكمل الحصول على التنسج او التوافق والانسجام تتبع احدى الطرق الاتية الحصول على التنسج او التوافق والانسجام تتبع احدى الطرق ايه الاتية ايه هي الطرق بقى اول حاجة التقرب اللوني يعني ايه التقرب اللوني يعني ان انا بقرب اللونين مع بعض. بعمل تقريب للالوان مع بعض. يبقى اول حاجة لازم الطرق اللي بتتبعها اول حاجة التقرب ايه اللون. التقرب اللوني هو ايه بقى? هو زي تعالون عرفه مع بعض. هو هي الالوان المتجورة المتقرب. يبقى التقرب اللوني بقول عليها هي ايه? هي الالوان المتجورة المتقربة في دائرة الالوان يعني انا بدائرة الالوان كل النونين متجورين او متقابلين متقربين لبعض دول بقول عليهم ايه التقارب اللوني وهو نوع من ان التوافق ويسمى بالتناسك او انسجام الايه الالوان المتقربة يبقى التقارب اللوني هو هي ايه تعالوا نشوف تعرفها مع بعض هي الالوان المتجورة المتقاربة في دائرة الالوان. وهو نوع من التوافق ويسمى بالتناسك او انسجام الالوان. يبقى لازم اشوف ايه الالوان المتقربة في دائرة الالوان وبتبقى فيها انسجام مع بعضها. بتجيني ايه اسمه التقارب اللون. طب. نكمل. اللون اه اه المتقبلة. الالوان المتقبلة او التناظر في دائرة اللون. يعني لو الالوان متقبلة مع بعضها او في تناظر في دائرة اللون. وهي الالوان المكملة او الملتحمة نوع من انواع الانسجام. ويسمى تناسك وانسجام الالوان الايه المتقبلة. يبقى ايه? يبقى الالوان المتناظرة او الايه اه المتناظرة او المتقبلة هي الالوان ايه? هي هي الالوان المكملة او ايه الملتحمة. نوع من انواع الانسجام يعني بتتديني انسجام مع بعضها ويسمى ايه تناسق وانسجام الالوان المتقبلة. بتاع لو نرجع تاني نقول من اول الحصول على التناسق او التوافق والانسجام نتبع احدى الطرق الاتية. يعني عشان اوصل للتناسق او التوافق والانسجام في الالوان لازم اتبع ايه الطرق الاتية. احدى الطرق الاتية. اول حاجة التقرب اللوني بقول هي الالوان المتجورة او المتقربة في دائرة الالوان وهو نوع من التوفق وسمى بالتناسق او انسجام الالوان ايه المتقربة المتقبلة مع بعض اللون المتقبلة او التناظر في دائرة الالوان يعني طبعا كل ده احنا نشتغل على دائرة الالوان اللي احنا اخدناها قبل كده يعني بنا نشتغل من خلال دائرة الالوان احنا دائرة الالوان عندنا فيها كم لون فيها ستة الوان احنا عندنا تسع الوان عندنا الالوان الأسية أحمر وأصفر وأزرق وبعدين بياخد الالوان السنوية اللبارتقاني والبنفسيجي والأخضر وبعد كده بياخد الالوان السلسية اللي هو الزاتوني واللموني والبني يبقى انا كده عندي تسع الوان في دايرة الالوان هو دي الالوان اللي بشوف ايه المتقابل وايه المتناظر وايه المتوافق وايه المتجانس من خلال دايرة الالوان وبعدين بشوف برضو من خلال ايه من خلال الوان الطيف اللي احنا بنشوفها على طول برضو بعرف ايه هي الالوان المنسجمة مع بعضها في تدريج الالوان طبعا التناصر والانسجام في الالوان بيخرج منه الابيض والاسود لان الابيض والاسود بيعتبر الالوان ايه زل ونور يعني الابيض بيبقى مديني ضوء اللي هو النور والاسود دايما بيديني اللون اللي هو الزل وممكن اخد تدريج الوان بالوان تانية وهنشوفها برضو مع بعض ازاي اعمل تدريج الوان بالوان غير الابيض وغير الاسود نكمل مع بعض يبقى هنا اللون المتقبلة او التناظر في دايرة الالوان هو ايه هي الالوان المكملة او الملتحمة نوع من انواع الانسجام ويسمى تناسق وانسجام الالوان ايه المتقبلة تدريج الالوان طبعا تدريج الالوان دا من اجمل اجمل حاجة احنا بنستخدمها لما بايجي اشوف تدريج الالوان لان تدريج الالوان بيديني درجة الصفاء في اللون فبيخلي شكل الوحدة او شكل المنتج اللي انا بعمله شكله شكل جمالي رائع يعني انا ممكن انا وانا بعمل ارضية مثلا لمفرش اعمل ارضية لجيب ممكن استخدم فيها تدريج الالوان يعني اعمل ارضية بتدريج الالوان وبعد كده حط علىاييه? على الارضية دي الوحدة اللي انا عايزها. طبعا هل انا لما اجي اجيب القماش هلاقي في القماش تدريج الالوان أوه في اقوم شا فيها تدريج الالوان دي? ودى بيبقى شكل شكل القماشة نفسها بتدي اه جمال جداadh انا بعمل بيحتي ديه ببقا ليها تصميمات معينة بتظهر جمال الاه القماشة نفسها. يعني انا ما باجي اعمل ما باجي اختار القماشة بختار تصميم يظهر لي جمال النقشة اللي موجودة في القمشة. سواء سادة او سواء منقوش. عشان كده بقول ان انا لازم اعرف تدريج الالوان واعرف النقشات واعرف تركيب الالوان مع بعضها عشان لما يجي اختار للموديل اللي انا هنفزه. الالوان يبقى انا عارف ايه ايه هو اللون اللي يتناسب مع التصميم ده. وازاي التصميم ده يدي منافز معي اللون دوت يطلع التصميم بشكل جيد. بجودة عالية. وشكل جمالي اكتر. لان اللي بيدي جمال للتصميم هو القمش واللون اللي بيديني المنتج بصورة جيدة بصورة جميلة. بصورة حلوة. يبقى اه هو اه لازم اكون عارف ايه ازاي استخدم الالوان في منتجات بتاعتي كمنتجات ايه ملابس. وبرضو لو هستخدمها في التطريز لازم اعرف ايه هي الالوان اللي استخدمها لان احنا عندنا خيوط التطريز نفسها لها ارقام كتير. فلازم ابقى عارف كل درجة رقمها كام وايه واستقعال درجة بتفرق عن درجة. ولو عايز اعمل تدريج الوحدة الزخرفية دي. على الالوان فيها درجات تديني التدريج او آآ الخيط بيبقى فيه درجات كل درجة بتدريج الالوان وتديك شكل التدريج جميل جدا في الوحدة. واحدة التطريز او وحدة المنتجة اللي احنا بنعملها على ايه? على المنتج. نكمل مع بعض. يبقى هنكمل تدريج الالوان هو ايه? وهي درجات اللون الواحد متصاعدا نحو الافتح او نحو الاغمى. يعني انا اما بعمل لون فتح او بعمل لون غم. ويسمى تناسك او انسجام درجات اللون. يعني اللون ده. يما بعمل درجات فتحة. يما بعمل درجات غمقى. وبيسمى تناسك او انسجام ايه? في درجات اللون. استعمال التناسك بقى زي استعمل التناسك في الالوان. تستعمل في تلوين ايه? في تلوين كل ما يقرب من النظر. يعني اي حاجة بقربها من النظر بستعمل فيها اللون. يعني انا لازم انا ما بيجي اختار لبسي بختار اللون. لو اختار الالم اللي انا هكتب بيه بختار اللون. يبقى انا حياتنا كلها بتعتمد ايه? بتعتمد على الالوان. يعني لو ما فيش الوان مش هقدر ايه مش هقدر اعرف اشتغل. لان الاهم حاجة عندي اختيار الالوان وتزوق اللون ده مهم جدا في حياتنا. لان اللون ده يعتبر نعمة من نعم الله علينا. انه هو ادينا نعمة الالوان. وبنشوف دايما الالوان في ايه? في الطبيعة في حياتنا. كل حاجة احنا بنعتمد على اللون اكتر. وهو ده اللي بيلفت النظر ليه للحاجة ازا كنت اشتريها او ما اشتريهاش آآ شكلها حلو ولا شكلها وحش. دي اهم حاجة ان انا بشوفها عن طريق ايه? عن طريق اللون. نكمل مع بعض بقى. استعمال التناصق. تستعمل في تلوين كل ما ايه? ما يقرب من النظر. او في تناول الايدي. كاستعمال اقمشة المنسوجة والمضبوعة واقمشة التريكو وخلافة. يبقى انا هنا بستعمل التناصق في ايه? في الالوان اللي انا بستعملها في الاقمشة. يعني انا ما اروح اشتري قمش. انا بشوف القمش ده هل انا هشتريه ولا مش هشتريه عن طريق اللون? هل النقشة بتاعته حلوة? اه لو انا هشتريه كاروه هشتريه مقلم هشتريه سادة? هل النقشة بتاعته حلوة? اه هل هو مطبوع منسوج? اه في اه زي برضو في اه زي اقمشة التريكو. اقمشة التريكو اللي انا بتجيب تبقى معمولة على المكان. او الاقمشة اللي هي لكرة. دي برضو بيبقى فيها داخل فيها الوان بدرجاتها. بشوف ايه اللون اللي هي نسبني واقدر اجيبه. يعني انا بجيب اللون حسب نوع البشرة. لان في بشرة مثلا بيبقى يناسبها الالوان الفتحة. في بشرة ما ينسباش الوان الفتحة. يبقى يناسبها الالوان الغمقة. برضو حسب الجسم بختار اللون. يعني انا الجسم اللي هو الفات ما بينفعش يلبس الوان ايه فتحة لانه هيزود ايه التخان عنده الجسم الرفيع بينفعش يلبس الوان ايه فتح لازم يلبس الوان غمقة عشان نيبين ايه جسم هو ايه مليان شوية برضو ايه الطويلة بينفعش اعمل لها ايه ملابس فيها تقليم بالطول. والعريضة ما ينفعش عمل لها ايه ملابس معلمة بالعرض. يبقى انا كده ما باجي اختار القماشة واختار اللون. باختاره حسب ايه? حسب الجسم. حسب الشكل. حسب لون البشرة. يبقى كل ده معتمد على ايه? معتمد على الالوان. يبقى احنا بعتمد على الوان في كل حاجة في حياتنا. ولازم عندي تناسق في الالوان. نرجع نكمل مع بعض. يبقى احنا بقول استعمال التناسق بستعمله في ايه? بستعمله في الاكمشة المنسوجة والمطبوعة واكمشة التريكو. الالوان المتبينة اللي هي بقى الالوان المتضادة. اللي هي الالوان اللي هي عكس بعض. اللي هي اللون ده بيبقى عكس اللون التاني. طبع. الالوان دي بتبقى ايه? هي هي عكس الالوان المتوافقة او المنسجة. يعني الالوان المتبينة او المتضادة دي الالوان اللي هي ايه? اللي هي عكس بعضها. يعني اللون بيبقى عكس التاني. وبيبقى الالوان دي مش منسجمة مع بعضها خلص. يعني احنا اخدنا الالوان المتممة. الوان المتممة ايه? بيبقى لون اساسي مع لون ايه? مع لون سانوي. والالوان دي مكملة لبعض. لان اللون الاصفر مسلا مع اللون البنفسجي. مع البنفسجي داخل في لون ايه? سانوي. والاخضر داخل في لون ايه? سانوي. لونين سنويين. ما دي الوان مكتممة يعني مكملة البعض. لكن انا عندي الالوان المتبينة دي الوان عكس بعضها تماما. يعني اللون ما يمشيش مع التاني خلص. بس الالوان دي بعملها برضو ايه? ان انا بعمل بستخدمها في الاعلانات اكتر من انا بستخدمها في في الملابس. لان الالوان اللي هي عكس بعدها بتبقى الوان ايه? اه زي الالوان الفسفورية كده بتبقى زعقة وايه? ومختلفة وبتبقى ملفتة اكتر بشكلها بيبقى ايه? حس ان شكلها مختلف. شكلها تقول عليه شاز? لا طبعا مش شاز. هو شكلها ايه? آآ بيبقى متنافر مع بعضها. نرجع تاني مع بعض كده نكمل. الالوان المتبينة. هي عكس الالوان المتوافقة او المنسجمة. وهي التي ترتبط فيها برباط او لون مشترك. يعني لازم يكون فيها لون مشترك. يعني الالوان دي لازم يكون فيها لون مشترك. زي ايه بقى? الحصول على التباين بالطرق اللي موضحة. هنشوف ايه? ازاي احصل على الالوان المتبينة بالطرق الاتية. اول حاجة اللون الاساسي. احنا عارفين الالوان الاساسية اللي هي الالوان الاصلية زي ايه? زي الاحمر والاصفر والازرق. هي الالوان متبينة فيما بينها. عند وضع لون اصلي بجوار لون اصلي اخر. يعني انا لو حطرت الاصفر مع الاحمر هيبقى الوان ايه? لونين? ايه? اه متبينة. طب ازاي معين الاحمر والاصفر بيمشوا مع بعض. طب لو احمر وازرق برضو هيمشوا مع بعض. والأصفر مع الأزرق بلوان أساسين يبقى الألوان المتبينة اللي هي ألوان إيه؟ ألوان بتبقى من ألوان الأساسية بس بيبقى اللون عكس إيه؟ التاني كلها ألوان أساسية طيب نرجع تاني مع بعض يبقى الألوان الأساسية الأصلية هي إيه؟ هي ألوان متبينة فيما بينها عند وضع لون أصلي بجوار لون أصلي آخر زي الأحمر والأصفر والأزرق وتكون شديدة إيه؟ التبين الألوان المتممة اللي هي المكملة هي الألوان التي تتم بعضها ألوان متبينة مثل الأصفر ويتممه البنفسيجي والأخضر يتممه الأحمر والأزرق يتممه البرطاني اللي احنا عملناه في أول إيه الحلق الألوان المتقبلة زي إيه الألوان المتقبلة اللي هي موجودة في دائرة الألوان هي كل نونين متقبلين في دائرة الألوان والألوان يؤديان إلى تباين تام هو اقصى ما يمكن من ايه من التباين يعني انا كل لون بيقابله لون تاني في دايرة الالوان يعتبر ده ايه لون متباين عندي يبقى انا كده عرفت الالوان الاصلية اللي هي الالوان الاصلية تعتبر من الالوان التباين الالوان المتممة لو انا عكست الالوان المتممة مع بعض هتبقى تديني ايه الوان متباينة طيب الالوان المتقبلة في دايرة الالوان برضو تعتبر ايه الوان ايه متباين نعم احنا كده اخدنا ثلاث حاجات من الوان المتبين تعالوا نكمل كده مع بعض يعتبر التناقض بين الابيض والاسود تباين يعني انا حطيت الابيض مع الاسود برضو هيبقى هيبقى تباين بس بيدي شكل جمالي شكله حلو فيه بقى التباين على درجات فيمكن الحصول على تباين اقل حدة باستخدام لونين متقاربين فالازرق البرتقاني يربط بينها مع درجة من الفاتح مثل الازرق فاتح او ايه او درجة الفاتح درجة الفاتح هنا بتبقى لون ايه بتبقى لون مشتق طب تعالوا نشوف اللي احنا اخدنا ده كله ازاي نطبقه في الوحدة زخرفية عندنا يعني ازاي انا انا اعمل تدريج الالوان ازاي اعمل الوان المتبينة اللي هي عكس بعضها تعالوا نشوف كده مع بعض نبدأ نشتغل ونشوف احنا نقدر نعمل ده ازاي مع بعض هنشتغل برضو كده هناخد مع بعض درجة اللون ممكن نعمل اشكال هندسية ونشوف ان انا لو عملت شكل هندسي مع بعضه ماشي واخترت لونين ماشي زي الاحمر والازرق شو احنا قاله لو الوان اسية هادي الاحمر اهو طبعا انا باجي الون لازم يبقى داية كلها ماشية في اتجاه واحد ما ينفعش اعمل اتجاهين وانا بلون عشان ما عملش خطوط في التلوين اهي كده يبقى انا كده عملت ايه ادي احمر مع اللون الازرق اهو يبقى انا كده بلون لونين مع بعض دي كده الوان ايه الوان متبينة طب تي ما تيجي نعكس ماشي هنحط هنا هاخد نفس التصميم مش هغير فيه انا عايز اعملهم كلهم مع بعض كده وشوف هيطلع للشكل في الاخر ايه اهو هاخد كده اهو ماشي هحط هنا الاصفر اهو مع الازرق ماشي واحط هنا الاحمر كده اداني شكل ايه شكل جميل وشكل حلو على فكرة وعملت هنا توازن انا عملت هنا توازن في الايه في اللون يعني خليت الاحمر هنا والازرق والاصفر هو اللي في النص شايفين كده ادي الاصفر مع الازرق وادي الاحمر هنا واداني توازن في الوحدة لو عايز اكملها بنفس الشكل اهو ممكن اكملها بنفس الشكل وهو تكون منها وحدة زخرفية اهو عشان اكون منها وحدة زخرفية مع بعضها اهي زي مسلا لو قلنا زي ممكن بلاطة سراميك ممكن اه وحدة هعمل على 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 الجدار ممكن تبقى واحدة زخرفية لو انا هعمل خيامية هتديني نفس الشكل ده ممكن بقى ازبطها عشان انا هنا مش طلعة مش متزبطة كده يعني انا لو بعمل خيامية واحدات خيامية هلاقي ان الشكل كده ده دايما الخيامية بتديني الشكل الحلو ممكن هلغي ده خلص عشان مش عايزة يبقى فيه فاصل اهو اهو كده ادي الاصفر اهو كده وادي الازرق اهو كده لو انت اهو تلالي الشكل التاعي لو انا هاخده كوحدة زخرفية او هاخده كوحدة على القميش او لو عملت شكل الخيامية ان انا اتكونت الالوان مع بعضها اهو كده انا قدرت اكون شكل زخرفي من الايه الالوان اللي هي ايه المتبين اهو طب تعالوا نعملوا حاجة تانية بقى من الالوان ايه واقالي الالوان اللي هي المتمم تعالوا نعمل نفس الشكل كده من الالوان المتمم ممكن نعمل دايرة نغير الشكل اهي كده اهي 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 كده حط هنا الاحمر اهي كده شايفين كده حطيتي اللون ايه الاحمر ماشي هاجة احنا قلنا الاحمر هنحط معا ايه اخدر صح هناخد الاخدر هنا ممكن نحط معا الاخدر دا كله كده ها شايفين كده معايا واضح كده في الكاميرا ادي اللون الاخدر طب ممكن احط معا الاخدر دا اصفر اهو ماشي واجه حط هنا ازرق حطنا هنا ايه ازرق يبقى انا خدت الالوان ايه الاسسية الاحمر والاصفر والايه والازرق دون شكل اهو هاجي بقى حط هنا البرتقوني اهو كده ممكن احط هنا ايه اللون الموف اهو ممكن امسح الاخدر دا واخده كده كده انا حطيت الوان السنوية مع الالوان ايه الاي الاسسية بداني شكل تعالوا بقى لو احنا عملنا وحدة زخرفية هنا كده الوحدة بتاعتنا دي ممكننا اخد وحدة تانية مش لازم نفس الوحدة ونعمل منها شريط زخرفي بالالوان بتاعتي كلها واختار منها الوان تمام طيب احنا هنطبع الوحدة دي معي وعط ماشي ونبدأ ايه نشتغل فيها ونعمل وحدة زخرفية مع بعض تمام احنا كده هنكمل الحلقة الجاية عشان الحلقة بتاعتنا ايه خلصت بسرعة هنكمل الحلقة الجاية هنتبع الوحدة دي مع بعض كده والاسبوع والاسبوع الجاية الحلقة الجاية انا عايزة نجيب الالوان ونبدأ نشتغل مع بعض عشان نعمل وحدات زخرفية تنفع ننفذها على ايه على القطع الملابس هناخد الجيب ازاي اعمل وحدة زخرفية على الجيب ازاي اعمل وحدة زخرفية على كولة هناخد انواع الاكوال لو انا عايزة اعمل تضريز على الكل عايزة اطبع وحدة ازاي اطبع وحدة عليها برضو دي مهمة جدا ان انا ايه اعرف ازاي اعمل شكل جمالي للوحدات اللي احنا اخدناها بالالوان اللي احنا اخدناها النهارده. حلقة الجاية هنكمل هناخد تدريج الالوان وازاي اعمل تدريج لي الالوان بتاعتي. تمام? تمام? انا طبعت بسرعة اهو كده. عشان هنكملها الحلقة الجاية. هنكمل ازاي نعمل الوحدة الزخرفية دي. ايه? وننهي على الجزء دوت. اتمنى ان انتوا ايه تكونوا استفدتوا النهارده من الالوان اللي اخدناها. وتركبت الالوان. ونبدأ نعمل وحدات زخرفية وتبعتوها لنا على الجروب. اشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله. موسيقى